الحليل والنقاش حذامي محجوب وصرحان الشيخاوي بعد شوية التحق بنا زميلة ابتي سامش ويخاف في موعد متجدد مع فقرة ريتروفيزور لكن قبل هذين مازالنا موصلين في فقرة على وجه الفضل ويني عنوان صرحان الشيخاوي احذروا سموم داخل الكتب المدرسية محمد انا اخترت عنوان احذروا سموم داخل الكتب المدرسية لكن مانيش بش نبعد بعيد على اطار بورقيبة اللي كانت تحكي عليها حذامي قبيلة شوف يعني في الوقت اللي بعض الدول المتقدمة واغلبها تبني اجيال جديدة قادرة على الاضافة للمسار التاريخي للدول هذه وترتقي بها بعض الدول المتخلفة في المسار هذا مسار التعليمي نحكيه وعلى رأسها الدولة التونسية منشغلة بمعطية اخرى يبدو لي انه بالنسبة السياسيين هي اكثر هامية منشغلة بالصراعات السياسية وهي صراعات مقدسة بالنسبة لهم تحت ريات الاحزاب السياسية وتحت ريات المشاريع السياسية مهما كانت الوانها وتفصيلاتها وملمحها واغفلت كليا المسألة التعليمية وهي مسألة جوهرية بالنسبة لكل الدول اللي تحترم روحها واللي تحب تبني مستقبل افضل يعني نظرة بسيطة بالنسبة لما يقدم لاطفالنا داخل المدارسة وحتى خارج المدارس داخل بعض الكتب المدرسية نلقاو كوارث ونلقاو سموم موجودة داخل الكتب هذه تأثر بشكل كبير برشا على البنية الفكرية والبنية النفسية للاطفال اللي هما هذوما اجيال المستقبل واللي نراهنوا عليهم احنا لبناء دولة المستقبل اللي انا عملت بعض الجولات البسيطة جدا والقراءة هي قراءة سطحية ماش قراءة معمقة اللي لازمنا نعملوها نلقا كوارث في بعض الكتب هذه يعني في احد التمارين في الكتب المدرسية اللي يستعملوها ولادنا الرسمية ولا الموازي بعضها رسمي وبعضها موازي للأسف الشديد ثم سؤال يقول قالت اسماء ان ليلة تكذب وقالت ليلة ان اسماء تكذب وقالت خديجة ان ليلة وان اسماء تكذبان حدد من يكذب يعني مفهوم الكذب وممارسة الكذب كسلوك اصبحت قيمة تناقش داخل الكتب المدرسية وهذا كارثة كبيرة برشا يتضمنها سؤال هذا لكن فما سؤال يتضمن كارثة اكبر منه فما سؤال اخر يقول قامت هالة بمغافلة صاحب المحل وصرقت ثمانية متر وخمسة ديسي متر من القماش هل يكفي القماش الذي بحوزتها لخياطة الستائر ولغطاء للطاولة طوله اربعة متر وثمانية ديسي متر يعني هذا سؤال يبدو لي رديء اكثر من السؤال الاول لكن السؤال الثالث اللي متروح في بعض الكتب هذية هو اتعس مزوز اسألة الوال نسمع سؤال هذا يرغب ورامي في شراء هدية لامه في عيد الامهات الا انه لا يملك الا اربعة قطعة نقدية من فئة خمسمائة ملي لتوفير المبلغ الضروري قفز الطفل الى حديقة جاره مسعود وصارق ثلاث دجاجات واربعة كيلوغرام من حب الكرز ثم توجه الى السوق باع الدجاجة الواحدة بستة دينارات والكيلوغرام الواحد من حب الكرز بخمسة دينارات احسب مجموع ثمن بيع الكرز والدجاجات حب شنوه؟ الكرز دائما انه غلطوش فنانوح اذا كانت بدللها للشكل المتاع هذي ولي عندها مفهوم اخر في الدرجة التونسية شوف يعني ولينا نشرع للسرقة ولينا نشرع لانتهاك حرمة الجار في انتظار انه ندخل في مرحلة التشريع للبركاجات والنطرة داخل الكتب المدرسية لهنين نرجع لك البورجيبالي كانت تحكي عليه حذامي قبيلة بورجيبالي استثمر اكثر من ستين بالمئة من ميزانية الدولة في المنظومة التعليمية ولي كان يقول انه ان كان العلم مكلفا فانه الجهل مكلف اكثر بورجيبالي لموبرشة على انه لا يستثمر في العتادة العسكري قال انه اذا انت تعلم امرأة احسن انك انت تكون عندك طائرة نفاثة شوف معناها نحن في ستة وخمسين وسبعة وخمسين وثمانية وخمسين حتى لسبعة وستين تقريبا وقت اللي بورجيب عمل الهيئة تعليمية اللي هي قامت بانصلاح المنظومة التعليمية برمتها وتخنا في منهج تعليمي جديد شوف شنو كنا نحكيه وشوف طوالينا نحكيه على سرقة الدجاجات وحب الكرز من عند الجيران يعني هذا يخلينا نقف على حقيقة خائبة برشة في تونس نقف على انه عندك منظومة تعليمية مهت برشة نقف على انك انت عندك اكثر من مية وثمانية تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا نقف على انه انت عندك اكثر من مليون تلميذ تونسي غادروا مقاعد الدراسة فيما يقارب عشر سنوات اغلبهم تحولوا الى منحرفين في الشوارع التونسية وهذه اللي خلينا نحكيه على تفاقم ظاهرة الجريمة في تونس خاصة في محيط المؤسسات التعليمية لكن في هذا الكل محمد يبدو لي انه مؤسسات الدولة والوزرات والكل انفلت من يدها هذا الملف تماما وهي غير قادرة على التحكم في هذا النزيف لكن هذا الكل محمد ماهوش مهم المهم انه الوزرات التونسية توفر امكانية المالية واللوجستية والبشرية لانجاح الاستشارة الالكترونية الباقي كله تفاصيل شكرا لك سرحانة شيخاوي على تسليط الضوء على هذا الموضوع كوارث تمرر في العديد من الكتب المدرسية للأسف وسط غياب للدولة واجهزتها في مراقبة مثل هذه النصوص ومثل هذه المضامين اللي ما عندها حتى علاقة بالتربية وبالمعرفة وبالتكوين العلمي المعرفي المواطني للناشئة في تونس واعادي جدا بعد كنشوفوا مؤشرات الجريمة نشوفوا عديد المؤشرات مؤشرات العنف ما نستغربوش وانه ابنائنا للأسف يكون كل شيء يصبح عادي من خلال مثل هذه المضامين دعوة لوزارة التربية ووزير التربية لاعتناء اكثر بالمسألة هذه لانها مسألة على غاية من الخطورة